أهلا بكم مشاهدين مرة تانية وجيد الوقت معايد فقرة التقف هيئة لأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الجو هيكون شديد الحرارة على القهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وجنوب الصعيد وهيكون حر على السواحل الشمالية بالليل الجو هيكون معتدل على كل الألخاء وكان فيه شبورة مائية الصبحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة مع وجود نشاط الرياح بالليل على أغلب الأنحاء دلوقتي مشاهدين خلونا نتعرف على درجات الخرارة المتوقعة ونبتديها كالعادة من القاهرة العظمى في القاهرة بتسجل 38 والصغرى بتسجل 26 الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 مرسى مطروح العظمى 32 والصغرى بتسجل 22 سيوى العظمى 39 والصغرى 24 بول سعيد العظمى 31 والصغرى 24 ضبياط العظمى 30 والصغرى 24 الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 26 السويس العظمى فيها كمان 38 والصغرى بتسجل 25 هنروح للعريش العظمى فيها 32 والصغرى بتسجل 22 طابق العظمى 38 والصغرى بتسجل 22 سان كاترين العظمى 36 والصغرى 18 شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 27 الغرداء العظمى فيها 41 والصغرى بتسجل 28 الفيوم العظمى 40 وصغرى 24 بني سويف العظمى 41 وصغرى 24 المينيا العظمى كمان 41 وصغرى بتسجل 25 هنروح لأسيوت العظمى فيها 41 وصغرى بتسجل 26 سهاج العظمى 42 وصغرى 24 قناء العظمى 43 وصغرى بتسجل 25 لقصر العظمى فيها كمان 43 وصغرى بتسجل 24 عصوان بتسجل أعلى عظمى النهاردة وهي 44 والصغرى بتسجل 28 الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 25 شلاتين العظمى 40 والصغرى 28 وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 27 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدين دلوقتي هنرجع لأحمد ومنه عشان يكملوا بقية فقرة صباح الخير يا مصر